الخبير الأمنية الأستاذ سرمد البياتي أهلا وسهلا بحضرتك معنا أستاذ سرمد بداية هجمات يمكن أن تصنف بأنها ثأرية بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية كيف تصف التصعيد الأخير التصعيد كان متوقع منذ ضربة يوم أمس كان هناك ضربة إلى مطار أربيل وأعتقد كان ضربة قوية لأنه الأمريكان لديهم ثلاث جرحة أحدهم إصابة خطيرة كان متوقع بأنه أن يكون مثل هذا الرد لكنه يكون رد بأمر بايدن هذه المرة هذه المرة إذن هناك انعطاف خطيرة في هذا الموضوع انعطاف خطيرة على من أستاذ سرمد على الوضع العام انعطاف خطيرة على الوضع العام لأنه هو الوضع العام في الحرام من يوم أمس لحد اليوم يعني هو متوتر التعلمين ما حصل في قلب بغداد يوم أمس يعني بعد الساعة الثانية عشر ليلاً كان هناك صدامات مسلحة أيضاً بعدها بالأربعة بالساعة الرابعة والثلثة أعتقد فجراً تم ضرب أعتقد كتاب حزب الله يعني في الصويرة وفي بابل وهناك مدنيين جرحوا هناك منتسبين جرحوا هناك شهيد من الحجز الشعبي طبعاً هذا التصعيد لأنه أكيد سيكون هناك رد على الرغم من كنا نتوقع بأنه هناك فترة تهدئة لأن أعتقد السفيرة الأمريكية زارت سيد الحكيم وقامت بعديد من الزيارات لكن يبدو أنه موضوع غزة يعني أعتقد بأنه هذه الضربات لن تنتهي إلا بنهاية موضوع الكيان السيهوني مع غزة نعم طيب طيب إلى أي مدى يمكن أن تسبب تلك الهجمات حرجاً للسوداني خاصة وأنه البيان الأخير للحكومة كان مندداً بالهجمات من قبل الجانبين طبعاً طبعاً حرج كبير يعني إحنا هذا رابع بيان يصدر في هذا الموضوع البيان الأول بأنه ذكرنا إحنا راح نلاحق الجهات التي تستهدف المطارات والقواعد العراقية التي تحوي على مستشارين أمريكان الثاني أيضاً نفس الأسلوب لكن كان أشد قسوة الثالث تم إلقاء القبض على هذه يوم أمس أيضاً صدر بيان كان أشد قسوة يعني سماهم المجاميع المنفلتة أو المجاميع الخارجة عن سيطرة الدولة بجاميع منفلتة يعني وصف كان قاسي جداً لكن اليوم اليوم البيان بدايته كانت بأنه العراق غير مقصر ولا القائد العام مقصر في متابعة هذه المجاميع من أجل قاء القبض عليهم بالشطر الثاني من البيان لكن أيضاً نددوا بخرق السيادة العراقية لا ترى هل ما قام به الأمريكان بعلم الحكومة العراقية بعلم القيادة الأسكرية أم بدون علمهم هذه مشكلة في كل أحوال هم قصفوا واعتياجي سيكون هناك رد يعني أنا أخشى من تطور الأوضاع التطور الصدام داخل العراق طيب برأي حضرتك تعتقد أن الولايات المتحدة لمحت لتلك الهجمات من خلال اللقاءات الأخيرة مع رئيس الحكومة؟ لمحت بأسلوب بأنه دائماً كانت تقول نرى الحكومة العراقية لم تستطع إيقاف هذه الهجمات سنتصرف نحن تعرفين يوم أمس أيضاً هناك التطور يوم أمس هناك مقتل هذا الجنرال الإيراني في سيدة زينب في دمشق فالأمور كلها تساعدت يعني قد تكون فصائل المقاومة ردت على هذه الضربة التي جرت في حتة في دمشق فلذلك الحكومة طبعاً الحكومة الآن واقعة في حرش كبير حقيقة لأن هذه الفصائل قسم كبير منها قريبة على الإطار أو من الإطار التنسيقي والحكومة والسيد محمد الشيح هو مرشي على الإطار يعني هذه مشكلة حقيقية يعني كل ما نتكلم به لا يخفي حقيقة المشكلة يعني كل التبريرات اللي ممكن أنطيها لكنه في كل أحوال هناك حرش كبير للحكومة أستاذ سرمد هل تتوقع مفاجآت مقبلة فيما يخص الملف أم أن الأمور ستبقى على ما هي عليه ويستمر نزيف الدماء العراقي يعني أنا أتوقع تهدية أتوقع تهدية يعني اليوم أتوقع الكثير من الشخصيات السياسية والدينية ربما تتحرك باتجاه باتجاه عدم قصف القواعد الأمريكية القواعد العراقية العفو اللي يتواجد بها المستشان الأمريكان أكيد أمريكا تحاول أمريكا تحاول تبعد العراق عن يعني عن دخول مثل هذه الاشتباكات معها لكن هي أيضا مشكلة يعني يقول لك نحن والله الرد وهذا خرق للسيادة المشكلة أنهم يعني ما نستطيع أن نقول هو ليس خرقا للسيادة لا الأتراك خرق للسيادة الأمريكان خرق للسيادة هي هذه المشكلة لكن هذه المعادلة من الصعب أن تعملين توازن بها الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي شكرا جزيلا لحضرتك قال رئيس كتلة حزب تقدم في البرلان